موسيقى رحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج معداني حداد عبر ميديا فاكتوري نيوز وضيفي بها الحلقة الوزير السابق ميشيل فرعون أهلا وسهلا فيك معي الوزير قليلتا نستضيف حدا بها الايام ما في قبل اسمه صفة المرشح يعني هادي نادرة هلا كله المرشحين داموا ريحة هيك عم تتفرج على المشهد الانتخابي وما تكون مرشح وهل انت مقاطع للانتخابات وهل انت اكتر مآمن بهال انتخابات هلا اول شي اليوم بنا نعيد اكيد المسلمين والمسيحيين وبجيبك مباشرة انو هذا السؤال عم يجيني انا مش مقاطع انتخابات بتمنى انو انتخابات تصير ولازم تصير ايضا هلا اذا ايمن بالانتخابات راح جايبك بطريقة غير مباشرة ايمنت بانتخابات سمت الالفان واشتغلنا من كل قلبنا وربحنا الانتخابات وكان في خطة اصلاحية والكمة الفرانكوفونية وقرن الشهوان وصلنا وين خسرناها بالتمديد للرئيس لحود وباغتيال رئيس الشهيد رفيل حرير جعنا ربحنا انتخابات الالفان وخمسة والحوال وستراتيجية دفاعية وصلح حزب الله وكل امور على الطاولة رجعنا وين خسرنا الانتخابات بسبع ايار ومن ثم بتسوية الدوحة هلا كأنو منحكا بستراتيجية دفاعية وسلاح حزب الله رجعنا عن جديد امنا بانتخابات بركة اقصى انتخابات بتاريخ لبنان بالفان وتسعة وشاركنا وهون وبغير دوائر بالبقاء وغيرها وكمان ربحنا عندما الوحدة وحدة 14 أذار انفسخت وصلنا على الوان وي تيكت وغيره جعنا خسرنا الانتخابات خارج العملية الانتخابية وخارج مجلس النواب هلا تسألني 2018 خسرناها سلف بانتخاب وقرار انتخاب الرئيس ميشيل عون هاللي وصلنا محل ما وصلنا الو وبالالفان وثمانتاش ندمان يعني على التسوية طبعا يعني بشكل او باخر اكيد ندمان لانو مش عارفين وين وصلين هلا بالالفان وثمانتاش انا شخصيا رفض انو فوت بالانتخابات بضماني او غيره بتعرف بوقتا داني انو وقتا يعني عرضوا علي ادخل بلاحة اتلافية ويذهب مرشح طيار وطني الحر الى جزين وغيره وكان فيه ضمانة لوصولي لمجلس النواب بس ماكنت مرتاح ابدا لانو حسات من خلال الحكومة جو جديد هاللي جو يعني فينا اقول صفقات وغيره وغير مريح سياسيا وهالتوجه شوي اللي بلش يطلع ما راح نقول ضد الحلفة التقليديين للبنان طيب بس كانك عم تقول انو بانتخبات 2022 شو ما كانت نتيجة لو ربحته كفريق هالانتخبات راح ترجع تخسروه انا مني قلق جدا عن انتخبات 22 بصراحة اول شي اذا عم تحكي بالجو المسيحي انا ما عم شوف بقى حدا نعوني على كل حان يعني ما عم يعني حدا عم بدافع عن طيار وطني الحر اكيد عم شوف في مشاكل بين افريقاء 14 اهدارة اللي بتوصلنا بركبير نحكي كلمة لبعد الانتخبات لانو هالجو هالعدم الوحدي بين اللي بسموه السيديين اذا بدك او غيره هادي وصلتنا للكوارث في الماضي فيها ترجع توصلنا كمان لكوارث او مش بس لكوارث بالعكس يعني نحنا بحاجة هذا القانون عم بشرذم اكتر واكتر عم بوصلنا لنقول مزيدات اسهال اعلامي بشكل او باخر سيادة وغيره الى اخيره كذا كذا وكأنه يعني هالمواضيع هن بس المطروحين على الساحة صحيح انه فينا نقول انتخابات اللي حصلت اللي حصلت بالالفان وستعاش وصلتنا لهون انا مني ما عندي قلق كبير على الانتخابات بالعكس ولازم يكون فيه تصويت للناس اللي موقفهم السياسة واضح انما المشكلة بعض الانتخابات ضغرة منفوت هل فيه حكومة هل فيه اتفاق مع مؤسسة النقد هل فيه انتخابات رئاسة جمهورية اذا ما فيها التلاتة انا من ندخل بالدولة الفاشلة هلأ رح نسألك لمن بدك جير اصواتك بالانتخابات النيبية بس قبل كتب تجارية الاخبار من ايام مشال فرعون من النائب الى مكينة صناعة النواب تحولت الى صناعة النواب اليوم مابعت ايه ده لأ عنا كتلة اصوات هدا يمكن لأ من ورا لأ استقبلت كمان اسم كبير من المرشحين استقبلنا وعدنا مع كل مرشح اكتر من الساعة ودخلنا بكتير من الواضيع بس اذا قررنا مني مكينة لأ يعني في عنا فريق كبير هللي ما بحب ساميهم اصواتنا بس الناس اللي عندهم ساقة فينا وهو اللي عم يسألوني مع مين نمشي فحطينا معايير وا اكيد اذا منعتبر انه هالاصوات مش بعد من حاصل يعني اذا راح الف صوت هون او الف صوت هون او الف خمسمائة صوت هون او الفين صوت هون بيغير معايدة ليه وبيصنع نايب او يسقط نايب بس مش معناتها انه ماني مكينة لواقلة يعني كنت طلعت من شهر شهر هين واعلنت نحنا فريقنا مكنت لسناعة النواب بس عنا معايير اكيد هاللي معروفة بشكل واخر اكتر معايير لمن ما نصوت وضو اخضر انه اوكي اذا اذا هيك حاسين انه فيكن تدعموا فلان ما في مشكلة اكيد ما راح تصوت للطيار وطن الحر ولا مرشح ونقول الصحناوي بس خروجك من المععد نيابي كان هدية لنقول الصحناوي ايه طبعا يعني ايه ملوف حول بعض الصحناوي بس خروجك من المععد دمال لتكامل مرشح انا دايما كنت بقول انه هالملفات اليوم لانه في ملفات اذا كان مرشح هو يعني يحافظ على حصانته النيابية لانه في طلب ملاحق على مجلس النواب في ملف اليوم الديوان المحاسبي بلش تطلع الملفات بحق نقول الصحناوي ايه طبعا يعني في ملف حول بعض الصفح وفي ملف تاني طلب رفع ااا اا 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 ااا او يعني سميح لمو لحقته نا 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 وفيه طلب ايضا للجنة التحقية بلومانية بعض المسائل يعني هلا ابتأسف انو شخص بدخل بالشمل العام انو لازم هو يقول انا مستعد انا ارفع حصاني بس يرجع اا يترشح وبس يكون عندو حصاني ما هو سبب غيابه برأيك؟ إذا متجول بقشة فيه، ما في صورة لقاله، ما في طلة إعلامية لقاله، غايب تماماً معروف يعني هو الجواب بالسؤال كنا حكينا عن مورة الشحيم التجار المرفأ وهالأزمة يعني الوصول للجحيم وهالمنطقة بالذات يعني كان إلى جحيم أو حصة من الجحيم ما رح نقول أكتر من غيره بالناحية الاجتماعية، بس من ناحية العامة إيه؟ نعم، حكينا عن المرشحين يلي استقبلتهم ببيتك هون بالسالون نحن قاعدين فيه، إجا أكتر من مرشح وقعت معهم رح نستعرض هيك الأسامة سريعاً، وتقلنا عن كل اسم رح تدعمه، ما رح تدعمه، رأيك بترشيحه، بلش بنيب المستقيل نديم جميل هلأ عمرت مثل ما قلتلك، يعني الأهم من ما رح نصوت له أكيد نديم جميل من الأشخاص اللي هتعاولنا معه، ما عنا أي مش لي إنه بالعكس يعني إنه حدا يصوت له، يعني هلأ في مساء ما عدتك بشي حدا يصوت له أو رح تدعمه؟ هلأ هو مش بحاجة لدعمه، يعني لأنه في ناس من عندي يعني هلأ نحنا عم نشتغل سوا، أكيد كان فيه ضوء أخضر لليشتغلوا معه، لأنه مثل ما قلنا مني مقاطع هلأ بتسميها دعمه أو ضوء أخضر للتصويت له، هي زيتها نعم، ورشح الكويت اللبنانية غسان حسباني غسان كمان اشتغلنا سوا بالحكومة وأكيد ما عندي مشكلة يكون فيه يعني أو ما رح أقول شي غير إذا حدا قال لي أوكي رح عم نفكر نحنا بغيابك إنه ندعم فلان وقالوا لي عن غسان حسباني ما رح نقول لن لا ما تدعموه لأنه يعني عنا خبرة معه، وبعتقد من الأشخاص إذا فعلا إجاوا وبهالتجربة أعطى للنيابة يعني بكون جيد يعني ما جلسنا في الماضي فكان فيه مواضيع كتير نحكي فيها لأنه أنا بشوف أنه داني الصفات للنياب يعني أساساً بدي يحب منطقته وبيحب أهله، بدي يكون عنده رصيد أو تاريخ أو تاريخ بالمنطقة يعني ما بيسوى إنه الناس فكر بيروت إنه رح نترشح بيروت أو حتى بنا نحط إيدنا ع بيروت مش بس عم نحكي لأشرفية، بيروت إلى تاريخ إلى رجالة إلى عيالة يا بدي تكون عندك سجل قديش خدمتها، مثل الرئيس رفيق الحريري اللي هو صار بيروتاً قبل ما يترشح على الانتخابات، أعطى للمدينة قد ما أعطى، أكيد واضح أو بدي يكون حداً بيعرف أهليها وبيحب أصلاً الحب العمل، هذا سر ومفتاح النجاح بكل شيء بأي شيء بتقوم فيه، وليس العنف، يعني بالحب ما فيه، العنف بنا نحط نقطش دينان ونعمل ونساوي بدي تكون حب منطقة، وبيد تكون مستعد لتشتغل فيها، وهذا السر أصلاً ومش بس عناوين أنه نحن بالأشرفية والسيادة وغيره، لا شباب يعني عمالكم شوية أوكي، كلنا سيادين، كلكم سيادين نحنا بنا نشوف سجل بالتفاصيل في ملفات كتير كتير كبيرة يعني يعني هالمنطقة ما عم بسمع حداً حياةً عم بيحكي عن المسائلة بتخص انفجار مرفق بيروت نحكي فيها بعد الانتخابات، أوكي، بس لازم يكون فيه بين النواب يعني حقيقةً أو المرشحين، معايير مشتركة، أنا بشوف بالمسألة كل المرشحين لازم يكون عندهم نفس الرأي وإلى آخر فيه مسائل بتخص الملف المودعين، هادي المسألة كمان ما عم نسمعها، مش عم نسمع يعني بحقيقةً نسمع بس سيادة وغيره وسلاح حزب الله، القضية يازم يكون محسومة، أنا ما شايف بالأشرفية حداً يعني حتى من حزب التشناك أو غيره يعني أنه أوكي بس تكون فرصة ما حداً ما يعني لازم بس فيه مسائل بتخص مشكلة أساسية المستشفيات المشكلة الصحية للناس، نازم المرشحين على ما بقى فيه وقت بس لازم يكون فيه خطة نحن عم نقوم فيه على كل حال، ورح نضل ماشيين بس لازم نكمل استعراض أسماء المرشحين لسقبلتهم، حكينا عن نديم جميل في منافسه كمان جورج شهوان هلأ جورج تقبلناه وعنده تاريخ بالأمور الإنمائية، بالأمور أهالي وغيره هلأ بالأمور السياسية أكيد الالتزام السياسي لازم يكون عنده لنقول يكون ناس عندهم خبرة أكتر هلأ اليوم يبدو انه في عنده التزام مع الليحة القوات اللبنانية هلأ ما فيني اقول انه هو شخص ما عم يعطي، عم يعطي المنطة لاسبب هلأ عم بيقلي نحن من ندعم جورج شهوان، ما فيني يعني ما عندي مشكلة بسرعة جهاد باكرادوني كمان نفس الشيء، انه جهاد قعدنا أكتر من مرة ومرتين وثلاثة لقيت انه هو جدي، لأكيد ما فينا نقول عنده سجل بالخدمة بس هو حابب يعني هذا الحب منه حابب وبيحب المنطقة وبيحب كذا وعنده كمان بالأسئلة السياسية كما سميها ما سميها بوليتيكلي كوريكت ما عنا مشكلة مع جهاد نعم، نادا صح ناوي نادا قصة قصة لأنه نضال بحد ذاتها قوات بالصحراء وغيرها إلى آخره عطت واشتغلت وإلى آخره هل عنده هل ليحة ما بعرف شو عنده إمكانيات لتقدر تنجز أصلاً نحنا سمعنا أنه ما هي هذه القصة أنه كلهم يعني كلهم ما نحنا أنه مبادئ أو مطالب أكتر بكتير من مجتمع المدني ببعض الأمور هلأ نادا ما بعرف إذا ما كان لازم يكونوا بلاحة واحدة كل المرشحين ولكن على كل حال استقبلناها لأنه يعني لنقول السجلة نضيف كتير لنا نعم، أنتو عصري يعني مقرب منك توني مش بس مرقرب منك يعني فينا نقول أنه بالبلدية الشخص اللي التكلنا عليه ومضيف وأكيد بالالتزام السياسي معروف يعني ف توني كمان في ناس اللي بتعرفوا بالفريق عندي اللي بتعرف أنه بالتعاطي مع البلدية كان بالآخر هو بس يكون فيه صفقات أو نسمع عن صفقات نحكي معه كان ينتبه ف توني عنده خبرة بالشأن البلدي ما عنده خبرة بالشأن الناس بعد بس عنده خبرة بالشأن البلدي وعنده خبرة بالأمور الأنونية إذا بدك يعني كل الناس راب مني اللي بيعرفوه بس يقولولي نحنا يعني بدنا ندعم توني أكيد ما عنا مشكلة يعني عم تشتغل كأنقبل مفرق يعني ما عم تدعم لائحة واحدة عم تدعم مرشحين أو عم عم تقبط لدعم مرشحين فيه لويح يعني فيه أمور ننوضحها يعني فيه لويح مثلا الليحة اللي فيها مثلا نديم وطوني كان فيه وين مشكلة لأنه يعني تعرف أنه الوضع بالالفين واثمنتعش ليس مثل الالفين واثنين وعشرين إذا كان واحد عنده بقوله لو لاحة بتخص المصارف في الالفين واثمنتعش ما عندك مشكلة إذا بحال مصرف بده يقوم أو مصرفة واليوم من نازل خير الدين يعني انتخابات بده عنده عنده طموح سياسي أو عنده توجه سياسي جيد يعني مش مشكلة بالعكس بس اليوم لا اليوم فيه مشكلة إنه فيه ملفات أساسية بس برجع بقلك ثلاث ملفات التغطية الصحية المرفق بيروت وامور المودعين فيه ملف أساسي إذا كان واحد موظف بانك وبده يترقص أو ينزل بلاحة ما بقى يقدر يقول أنا والله أنا بشتغل مع بانك بشتغل ببانك وأنا بدي اترشح سياسي عندك مشكلة أساسية مطروحة بالشأن العام بين المودعين وبين المصارف يا بدي يجي يقول أنا جاي بشفافية وقالكم شو صار وشو حولنا وشو عملنا وسوينا يا أما بدي يقول أنا إذا فيه أي قضية جاية في تضارب مصالح بين المودعين والمصارف أنا يا ما رح صوت يا ما رح اتعطى يا ما رح احكي حدا وما رح احكي مع قضاء مع ككذا يا أما لا بدي أحكي مع المودعين ضد مصلحتي لأنه أنا عم بترشح للشأن العام هذه مسألة دقيقة وأنا حكيتها مع توني سرياني وأحكيتها مع غيره وأحكيتها مع ناديم جميل وأحكيتهم أنه ما فيه مجال إذا كان فيه تضارب مصالح هنه أكيد مع المودعين هذا ما يعني أنه المصارف يعني اليوم كان لازم يفوقتوا بهيكل إعادة هيكلية وكل موجوداتهم أكيد صاروا بشكل أو بآخر ملك المودعين بس فيه كمان عفا عن ما مضى أو لا مين حول وبالأساس كمان طيب إنه هي مشكلة سيولة هنه اختاروا بوقت معين إنه يحطوا مصرياتهم يجمدون لياخدوا فوائد مسبقة أو يعملوا أرباح أكتر اللي كانت بالمليارات أوكي اليوم عم نطلب 3 مليار من مؤسسة ناقد الدولة بوقت اللي كان أرباح أكتر من 12 مليار هذا كله ما بد يعني عم قول هذا ملف إن شاء الله ينحل ولازم ينحل بإنصاف للجميع حسب القانون وليش ما نحل هلأ علامة استفهام بس إذا حدا نازل على انتخابات وفيه انتخابات لازم يكون فيه توضيح من هالناحية تم التوضيح أنا برأيي كل يوم مرشح اللي هو عنده صلة مع المصارف بالشفافية لازم يوضح هالنقطة والمصارف منهم بحاجة لحدا يدافع عنهم عندهم الإعلاميين بس عم شوف إنه كأنه المسألة ما حدا عم بيحكي فيها إلا بعض الأشخاص هاللي ماشي عم يقدلوا يطلع على التليفيزيون تم العلاقة مع حزب التشنان كمان كان فيه تواصل معه وأكتر من المرة لتأيته وكانت فيه حكي كثير عن لائحة وحدة وتحالف انتخابة وما وليت واخترت عدم الترشح كيف العلاقة اليوم مع التشنان هلا كنا تمنينا إنه حزب التشنان يكون عامل إعادة التموضع السياسي وإن شاء الله نتلاقي بعض الانتخابات لأنه أنا ما عم شوفهم مصار راحوا تحالفهم على الطير وطن الحر إيه إذا بس سكرتلهم الطريق أخذتهم على الطير هو تأخرنا بس شف فيه جدية لإعادة التموضع وبآخر العهد يعني وهن عندهم رمزية يعني على السعيد الأرمني يعني بصراحة ونحن عندنا تواصل وصلة وصداع حتى بس إنه خلال الأربع سنين أو ثلاث سنين ما أعرف قديش أو خمس سنين بعد انتخاب عماد عون بردت أكيد فلو كصار في إعادة التموضع كانت أسهل بس ما كان فيه وقت هلأ أوكي لو حزب التشناك تحالف معي أو مع غيري أنا بأكد لك طيال وطني أنا برأيي ما بيخد حاصل بالأشرفية بس ما بيخد حاصل بينون التشناك بينون التشناك بس حزب التشناك أخذ هالقرار وهلأ سألهم أنا ما ديروح أكتر من هيك بس بعتقد إنه أكيد إنه إنه جو السياسة طبعا أنا اللي حسيت لأنه كنا بعاد لو بلشتنا نجع نحكي مشاعرين ثلاثة بلك كنا وصلنا على شي بس أكيد إنه جو السياسة جو جديد أنا هيك حسيت لأكل حاصل يعني ما فينا ناخد منك اليوم هيك إعلان واضح إنه أنا بدي إيه صوت لفلان لأن الناس اللي قربني بتصوت لشخص ما رح تصوت لشخص رح تصوت لأكتر من مرشحة صح؟ برجع بقول إنه أنا إذا لو بدي أنا أترشح أو رشح حدا كنت رشحت وكنت ألفت ليحة بالآخة يعني بس إنه هل الأسباب الثانية بنرجع له لأنه أنا شايف إنه في مشكة كبيرة بعد الانتخابات 16 أيار إذا ما بلشت قد ما بعد الانتخابات بشو قصة 13 سؤال اللي حضرتون نعم في مرشحين اللي ما بيتعاطوا شعن عام كل يوم ما عم تعملوا فحص؟ مش أنا ما إحنا مجموعة نعم فريق فهني قالوا لي لا إنه ما بيكفي واحد يحكي شو ما كان برنا نحشرهم بالأسئلة فبالأسئلة حطوا 11 سؤال عمنا فريق حدا بالأمور الإلمائية شو أهم نعم يعني هم تستطلع رأيون بـ 11 موضوع إيه 11 موضوع منها أمور سيادية اللي هي هي هينة نعرفها ما راح نزايد ع بعض يعني فيها بس إنه بنفس الوقت إيه إنه شو هو بالنسبة إلكون لحزب الله مين السبب الأزمة مين السبب الأزمة مع البلدان العربية الأزمة الإنهيار ومن ثم ندخل كمان بالأمور الإصلاحية المالية وغيرها نرجع ندخل بالأمور اللي بتخص المواطنين وبالآخر عم نقول شو أهم موضوعان اللي بنسبق لكم اللي هو مشروعان إنمائية ببيروت نعم وبالأشرفية نعم بقى كدلك ليش أنا هلا قل لي ليش برجع بقول إذا يعني إذا ما حبيت منطقتك هذا الحب أو يعني إذا ما كنت حقيقة مستحدة تضحي ما بتنجوز نحن بالفريق هلا ما بعرف وين إن الشباب الأمور اللي قمنا فيها بعشر سنين ما رح أحكي قبل لأنه كان فيه أمور كتير بمرفق بيروت وكان فيه حي السريان وكان فيه مسائل كبيرة بس عم نحكي الملاعب للفيات هادي بتاخد خمس ست سنين إذا ما بتحب نالو مهار بدك ضل تشوف شو فيك تعطي الملاعب كرم الزيتون حتى نفقنا يعني ما كان البلدية وقفت حطينا المستشفى الكارانتينا مستشفى الكارانتينا أخذ من سنة الالفان وستة يعني الهلا بعد ما نفتح كليا بس بعنا عم تيمة ولهلا ومنى النواب بس هناك مسائل بتخص الأمور البنية التحتية المونول الجمازي يعني ما بعرف حط الهلا مؤخرا إذا بترجع لورا البور بيروت بور بيروت داني كان فيه أربعة أعضاء مجلس إدارة يعني جهاد مكاوي خيرال الزين وأنا وبنسمين كمان لو ما نحب وبدنا ننجوز ومنا كذا اللي عملنا دراسة قلنا بور بيروت ألو دور بالمنطقة مش بس بور حيفا ورئيس حريري مش معنا وقمنا بفاعد كل هذا الشغل اللي اشتغلته على الأرض ما بتخاف إنه عم ينسى وصار عم بحل محل وشعريت عم نشوفها مرفوعة بالانتخابات بالعكس أنا عم بخلق طوائر عم حس إنه ما في تواصل كمان بعد الانتخابات إذا كان فيه إمكانية تواصل مثلا صلي أنا سنتين ثلاثة عم بطلو بيكون في إعادة تأهيل لملعب بلدي بالفياط إذا بدنا نتعاون نواب يعرفوا أنه في هذا الملف في ملف كرمز زيتون في ملف حتى ممشى عم نقوم فيه مع الـ يعني فيه مسائل عم نقوم فيها عم نخبر المرشحين لا يعرفوا شو فيه كبان إذا فينا بكرة نتعاون أو يتعاون أو ببعض لأنه عم نحس إنه فيها المنافسة صارت بشكل ما بعرف إذا حدا رح يحكي مع التاني بعد الانتخابات بس لأنه عم توصى الأمور يعني أنت عم تعيشك اليوم عم تلحن شو رأيك بهالشعارات اللي عم نسمعها يعني الهم البيروتي هم المواطن بيروتي عم شوفه كتير حاضر بهالشعارات عم شوف شعارات تانية عم مستوى أكبر يمكن أنت عم تقولها أنت عم تقولها أنه أوكي هالموزئ يعني شو هي القانون مزيدات وعود وأحد الأسباب أنت بتعرف يعني مرة جينا ست سبع أسباب أنه أنا ما ترشحت جزء مننا شيء أنه أنا اليوم إذا بدي ضحي وكون واشتغل وكذا للسياسة أكيد بس بديك تقول للناس تغبوني وتعطي وعود وإلى آخر هي بعد صارت كأنه هالصوت بده يمنع سلاح حزب الله أو غيره في شي عم نوصل على محل باعتقد أنه فشعارات لازم نرجع على الشعارات أوكي لازم تصير لأنه كمان في عنوين سيادية ما فينا نطلع مننا بس بالكلام والحديث الانتخابي يعني عم نسمع دايما نفس الشي وأنا مني خايف حقيقة لا على موقفنا من السلاح من السلاح أنه نحنا بدنا استراتيجية في أي وغيره بس مثلا أوكي بلش نقول أمور شوية تكون دقيقة أكتر أعلان بعبدة أخي أعلان بعبدة أكي لما نحكي عن الإعلان بعبدة كرار حوار كرار طوط الحوار أنا كنت موجود رئيس ميشيل سليمان عنده تجربة بإعلان بعبدة عنده كمان تجربة بالقانون حتى هالي هو كترحه كالمركزية وغيره في أمور موجودة هلا بدنا ننتقل من هالمزيدات لأنه كل واحد بده صوت له مجبور يزيد عم بيطلع كتير كتير طلوع لا بس بالقوانين السابقة كان فيه سهولة أكتر لتشتغل ككتلة على ملفات ومش بس تنفرد وتقول أنا عملت وأنا سوات وإلى آخري هي لتكون فيه ملفات نقدر نشتغل فيها حتى ملف انتجار مرفق بيروت كمان ما انه كتير حاضر بالانتخبات بهالدائرة تحديدة أكتر دائرة معنية فيه مش معقول يعني أنا هون هالبيت تعرف شو صار فيه أنا عندي هيك جرح حتى إذا ما شفت كل مرشح بالأشرفية اليوم كل مرشح ومش بس بالأشرفية بكل لبنان مش معقول أنه ما نحكي أنه أهم موضوع أنا بالنسبة إلي عندك مئتان قتيل وستة آلاف جريح ومئتان أو مئة ألف بات انضرب ما بعرف بركة أكتر وهذا الجرح موجود وعنا انتخابات عامل لك هات ثلاث ملفات طب الملف انفجار مرفق بيروت عندك الملف المودعين كمان مش عنه وخطة لأنه فيه أشياء موجودين وفيه عنوين مضروري واحد يفوت بالتفاصيل والملف التغطية الصحية فيه حلول ما يجب حدا أن يكون كل مرشح أو كل حزب يكون اجتمع مع وزير الصحة فيه شيء اسمه ينرفع شوي شوي أول شيء بتخلق البطاقة البطاقة فيه جزء بيدفعها من المرشح وجزء بيدفع من هالمؤسسات الدولية وجزء بعد فيه يدفع من الدولة شوي صغيرة وهيدي حلول ممكنة أنا ما عم بسمعها على كل حال وأكيد ناطر أنا صرت ناخبة على كل حال ما هيك ماشي نور ناخبة أنا بعدين بدي طالب بعد الانتخابات كان الناس معاولين على المجتمع المدني وتحديدا المجموعات اللي نشأت بعد 17-20 هايدي عم بتخوض الانتخابات بدائرة بيروت ولكن بثلاث لويح مختلفة بدائرة واحدة نحكي بصراحة الناس تتطلع وبدأ شيء جديد بتروح على المجتمع المدني هلأ هالقصة اللي حصلت بالانتخابات هي نعم الفضيحة إنه ما بيان ما في شيء اسمه مجتمع مدني كمجتمع مدني وهيدي كلهم يعني كلهم إنه أوكي إنه في عندك مرشحين اليوم ما بدي أقول هلا أعمل دعاية لحدا ما بعرف بس إنه إذا كان عندهم شوية إمكانية شوية خبرة ونضاف يعني بيقدر يعطوا أكتر مكتير المجتمع المدني أنا برأيي هادي عمل تعاطي سلبة إذا بتجمع كوة 14 أضار كوة المجتمع المدني بتاخد مثلا فارس عاد بجبال بتاخد نعمة فلانة اللي عنده إمكانيات أوكي يعني شوية خبرة كمان اقتصادية وغيرهم ما بدنا نقول كأنه عم نقول انتخبولهم وفي غيرهم كمان وفي أحزاب وغيرهم بس عم بقول إنه المجتمع المدني تقصم صارت قضية إنه أنا بدي مرشح زيادة هون بوقت إنه المرشح أكل حال مع ما إحنا ما فمنا وهي بين بعض أحجام بس نفس المشكلة بالأمور السياسية هل هي معركة أحجام بوقت إنه البلد عم بيغرق بالحياة رح تمرق الانتخابات ترجع هلأ بيكون في تقارب بعض الانتخابات إن شاء الله يكون في جبهة سيادية كتير كبيرة ونحنا إذا فينا نساعد كمان مع يعني شو اسمه عرفنا كمان إنه تتعطب الانتخابات مش بس بي بيروت الأولى خارج بيروت هلأ خارج بنفس الشي نفس الشي للناس اللي يعني عندها ثقة فينا بشكل أو بآخر بتصلوا فينا عمر اللون هون وهون وهون تحديدا مرشحين كاتوليك؟ هلأ بالبقاء الشمالي الدكتور إلي بيطار ابن شهيد وهو نازل مع القوات بس إنه عم نحكي الناس اللي بنعرفهم هولي أنا بلاقيهم مكسئين إذا إذا مستعدين يعطوا إذا ما صار فيه شلل كامل بالمؤسسات بس واحد بس بدو يترشح اليوم بالوقت اللي عايشين فيه أنا بعتبروه كمان إنه واحد مستعد يضحي مثلا عم نعطي مسألة له بس فيه غيره أكيد بغير مناطق عدم تحالفك مع القوات اللبنانية وقبولك الخوض الانتخابات معهم عكر العلاقة معهم أو لا بعض العلاقة جيدة؟ ما بعرف بالنسبة لهم بالنسبة لك؟ بلو أنا بالعكس كان فيه طلب كامل وبقينا لآخر لحظة قبل ما يسكروا اللاحة نو هلأ عني مشغولين بالانتخابات فمش إنه عم نقيم يعني شو صار وشو حصل بس هني بيعرفوا شو حصل وأنا أصلا ما كنت مقرر اترشح بشكل أو بآخر بس كنت عم قول جولة أفك وكان خياراتي بلش ابنيها لأوصال على صيغة بالآخر لكل جزء من الأسباب اللي عطيتك إياها أنا بشوف إنه في عنا سنتين ما رح يكون فيه عمل بالمجلس النواب بالتفاصيل ومني خايف على عدد النواب يعني لجبهة السيادية إذا عم تحكي عن عن النواب الأحزاب السيادية بشكل آخر ونحن موجودين بالمنطقتنا يعني رح نضل نتابع الكل أكتر من قبل لأنه صحيح إنه فيه نواب استقالوا بس نحنا بصراحة ما حسينا بالنواب المنطقة أنا أنا بأخير 24 أنا ما حسيت يعني طيب علاقتك جيدة كمان برئيس حزب الكتائب سامي جميل وكمان لتقيته قبل الانتخباته كمان كان في حكي بالتحالف هالعلاقة مع الكتائب الجيدة والعلاقة مع القوات الجيدة بتأهلك خصوصا انت شخصية كاتوليكية بتأهلك لتعمل مساعي بعد الانتخبات لجمع بقي ساي الحزبين أكيد بتأهلني بشكل أو بآخر كما بتأهل كل شخص اللي بده يقرب يعني مكونات 14 قدار بس هيدا عمل يعني بدك تفضي حالك يعني هو أهم صعبي ما بعتاد قديش صعبي واستحيلة أو صعبي هي صعبة صعبة أكيد بس بعتاد إنه بده حدا يستعد يوقف كل شغله ويقوم فيها كيف حصلت التقارب بين القوات والطيار الوطني بوقتها شيء بس هون شيء تاني هالي نفس العائلة أوقات المشاكل بتكبر نفس العائلة أوقات يعني وبتكون أصعب بس أنا مساعد وقف كل شيء يعني لقوم بهالمهمة بتمنى أكيد وأعتقد هذا أمر كتير مهم بس الهاجس كمان ما عم نحكي فيه رئاسة جموية والهاجس بعد الانتخابات اليوم نحن عم نحكي وحكينا فيها من ستة شهر نحن معنا يعني فيه خارطة خارطة طريق واحدة إنه لنقدر نطلع بعهد رئيس بايدن فيينا وغيره فيينا مؤسسة نائد انتخاب الرئيس إلى آخره حل حالة الأمور حوار طبي أعلان بعبدة وغيره إلى آخره اليوم نحن وضع أصعب يعني الأصعب يعني كأنه فيينا عدمت نحن جمع عشتين قبل الانتخابات ما ما في مجان المعركة بإكرانيا روسيا روسيا عم بلش يعني بمحل واحد بالعالم عم بيصير فيه تأثير عليها هو منطقتنا من عدة نواحي لما نفوت فيها من البترول والغاز ومن سوريا ومن الشغلة اللي كانوا فيه الروس بين الإيرانية والإسرائيلية اللي وقفوا وغيره فنحن شوية عم نشوف اليوم وكأنه البعض عم نشوفوا لبنان عن جديد الساحة لقلهم عم نشوف حماس عم تجي ما بعرف شو يعني مش عم نعرف تفاصيله هيدا الشي بخليه يكون متشائم او متفائل بمرحلة ما بعد الانتخابات انا ولا مرة كنت متشائم للأسف تشائمة بين هلالين كان مش تشائم يعني هو كان رؤية لا واقعية انه كمية المشاكل كمية المشاكل ما حكينا على القضاء انا من الاشخاص اللي بعتقد انه القضاء عم بينضرب من الحزب الله وعم منضرب ايضا من فريق كبير اقتصادي من البنوك اللبنانية والقضاء اليوم اذا ما كان فيه اوانين جديدة بدأت تحميه بشكل او باخر او اتفاقات وهني اصلا يعني اليوم شو بتعتقد امتي اليوم حدا عم تسأل على الهوى المرشحين هل اللي حصل انهار الانهيار سبعة تشتري سبعة تشتري سبعة تشتري سبعة تشتري سبعة تشتري طلعوا الاموال اللي طلعوا او غيروا او غيروا هل اللي عفع ما مضى او منكفة يعني فيه مسائل الناس بدأتعرف موقف اوكي اذا كان فيه حلول بدنا الحلول فالقضاء اليوم عم ينضرب علي والقضاء اساسي بالاستثمارات يعني اذا ما فينا نرجع نحط القضاء على اجريه ويقول مدخول القضاء بسمح لهم يكون عندهم كرامة ليقدروا يشتغلوا بيبقى الجيش اللبناني الجيش اللبناني يعني هالمؤسستين للناس بنشتغلوا يعني مش انه بس نحكي سيادة سيادة فيه ناس جاء عمال في مؤسسات هتشتغل بدأ قضاء وبدأ امن القضاء حياتا يعني ما بعرف مين اليوم في تقله تستثمر بلبنان بزل القضاء مثل ما هو بزل مش بس القضاء مثل ما هو الضربات اللي عم يكلها لانه القاضي اذا موقف يكل ضربات بشوف انه بيطلع كيف حصل حاله والجيش الجيش اكيد كمان اللي هو اساسي والمبادرة الكبيرة المهمة السعودية الفرنسية بمسألة الدعم هالصندوق للدعم بنفس الوقت بادرة كتير مهمة لنحافظ على كم مؤسسة وبعض الكتاعات بس بنفس الوقت بتخليك يعني تكون عندك هالهاجس والقلق انه ليش اليوم انت بحاجة لصندوق يدعم معاش بعض المؤسسات الامنية اذا ما كان فيه خطر حقيقية نهار بعد الانتخابات وبالفترة الجاية في كتير مرشحين ما خادوا الانتخابات لانه او خادوا الانتخابات ما بدون يسكروا بيوتهم لما يسكروا بيوتهم حضرتك قررت ما تخوض الانتخابات هذا الشيء بيعني سكرت بيتك بالمعنى السياسي سكرت مكتبك بعد 15 ايار ستعتزل سياسة او لا مكمل على اذا بتشتغل شأن عام اذا ما بتترشع على الانتخابات بيجيك كل يوم شغلة يعني ان كان انمائية ان كان فكرة اليوم غير النواب اذا واحد ما عنده الشغل اليومي للنيب اوقات بيقدر يقوم اكتر انه عنده هالهاجس رح تكون نايب بنون ما تكون نايب البرلمون لا نحنا عنا اشياء وفي فريق نحنا ناطرين بعض الانتخابات عنا افكار كثيرة على الصعيد كمان الانمائية على الصعيد بالعكس انا بتحرر اكتر من شغلة من شي لاشتغل بريحة اكتر لشي تاني نعم كلمة اصيرة منها في حلقتنا لابناء دائرة بيروت الاولى اللي رح يتوجه ان كان بالاغتراب هادا الاسبوع او بلبنان بالاسبوع الجاي لا ينتخبوا شو بتقللون كلمة اخيرة من ميشيل فرون قللون نحنا بعضنا موجودين وحتكون وبندعيكن انه متخبوا يعني انه هادا محطة هكا مهمة دستورية نحافظ على المؤسسات دستورية و مثل ما تقولوا لي جيد يعني انه ما احدا عم بيغلط بشكل او اخر احدا من احنا انا انه بزيادات جدا انا شاهدوا انه في كتير مرشحين هل ما نقول بوليتيكلي كوريكت ما نعرف شو رح يعطوه لانه شفنا بالسنين اللي مرت انه ما عطوه كفية بس برس كي يعطوه اكتر بس اكيد انتو عنكن هاجس متل ما عنا هاجس لفترة جيه كلنا سوا منا نصمد يعني هان عكون عنا سنتان بغاية الصعوبة وان كان نواب او غير نواب نحنا بكلنا بحاجة لبعض لنقدر نصمد احسن ما نفوت بهال هايك الزواريب الدايقة متل ما هنفيتين فيها هاللي انا برأيي خطرة وهاللي عم بينبسط فيها هن الناس هاللي ما رح نقول ما بدهم لبنان بس ما بدهم ليجع لبنان يتعافى ولبنان اللي نحنا مشوفه لبنان ريسالة ولبنان الحضارة هالمنطقة هي منطقة الحضارة بامتياز الوزير السابق مشال فرعون غير المرشح للانتخابات بيتشكرك مشاهدينا لهون تتهي حلقتنا إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى